السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وسعادة وربنا يديم عليكم الصحة والسدر اللي حاصل الفترة اللي فاتت في قطر حاجة جميلة جدا جدا فوق الخيال قطر عملت اللي مفيش حد فينا توقعه عملت اللي مفيش حد في دولة عربية عمله للأسف ولا دولة عربية فكرت ان هي تظهر الاسلام اللي هو الدول الغرب مسوقة صورته مشوهاه والناس بره الشعوب الأجنبية ما يعرفوش حاجة عن الاسلام غير ان هو دين إرهاب بيقتل و بيرهب الناس ها هي دي فكرة الناس عن الاسلام فالفكرة اللي عملتها قطر ان هي تعرف الغرب بالاسلام كانت حاجة روعة وبجد ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم اللي هم عملوه فكرة المساجد اللي عاملينها بالإزاز والأجانب بيقفوا يشوفوا المسلمين وهم بيصلوا فكرة جميلة جدا الأزان صوت الأزان اللي فعلا انطقوا الناس اللي تأذن الصوت اللي حبب الناس يعني أنا مثلا ساعات بسمع الأزان من المساجد اللي حوالي فيه شيوخ تنفر تنفر أنا تنفرني أنا كمسلمة من الأزان ما بالك وغير المسلمين ففعلا موضوع الأزان ده والصوت عليه عامل كبير جدا مش في قطر بس في كل الوطن العربي وفي كل المساجد حتى المساجد اللي برا لو هي فيها أزان أنا ما عنديش فكرة ما بيقزنوا لا لا بس لازم ننطقي صوت المؤزن لازم نبقى عندنا كده فكرة إزاي نجزب غير المسلمين وإزاي نحببهم في الإسلام فدلوقتي الغرب كله شاف الإسلام الحقيقي عاش في وسط المسلمين عاش في وسط بلد إسلامية سمع القرآن سمع الأزان شاف المسلمين ويصالوا خمس صلوات منبهرين منبهرين بمنظر المسلمين في الخمس صلوات وهم مصفوفين بنظام وشكلهم حلو ونزيف عاشوا في أمان لقوا إن مفيش الصورة البشعة اللي الناس حاولت تصدرها لهم اللي الغرب حاول يصدرها لهم فبجد الواحد بش عارف يقول إيه ويتكلم على قطر يقول إيه ولا إيه بصراحة يعني أي كلام مش هيوفيها حقها في اللي هي عملته بس كل اللي نقدر نقوله إن هي بجد برافو 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 يعني هي خسرت أخ وخرجت من أول البطولة بس خلت العالم يتكلم عنها مش فكورة يعني كسبت حب العالم وإن هي بقت محور ومركز حديث العالم كله بالأخلاق والصورة الإستامة اللي هي قدمتها بالتنظيم الرائع اللي هي قدمته بجد الواحد يعني مش لاقي كلام والله الواحد بيتكلم عنه هو فخور إن فيه دولة عربية عملت كده ووصلت اللي وصلت له وقدرت توصل للعالم بالتنظيم بالفكر استليم في حين إن عندنا في مصر أنا مش عارفة ليه فيه نفوس كده مش حلوة موزعين النفوس فيه مش حلوة يعني قطر دي اللي عندنا الموزعين كانوا بيشووه في صورتها وبيقولوا إن هي دولة تتبنى الإرهاب والإرهابيين وحاولوا يتكلموا عنها كتير جداً ويقلبوا الناس عليها وده اللي كان حاصل ناس كتيرة كانت كارها قطر بسبب الكلام اللي بيتقال عليها من الموزعين اللي عندنا هم هم نفس الموزعين اللي بيتكلموا دلوقتي بالرغم إن النفوس مصفية برضو إن إيه في أول البطولة كده أو أول ما بدأت قطر تقول هتنظم البطولة في بعض الموزعين كانوا بيقولوا كل دي مصاريف إيه المصاريف دي كلها اللي تصرفت وأنشأوا ملاعب ومش عارفة صرفوا ما يقارب من كام مليار إيه إنتوا ملكوا شغلكوا في إيه؟ واحد بلده ماشاء الله اقتصادياً كويسة جداً شعبه كويس بلد ما عند ندهاش أي ديون بلد فكرت في فكرة خارج الصندوق ما حدش فكر فيها ليه؟ ليه إحنا وحشين كده من جوه؟ ليه بنتصيد الأخطاء؟ بالرغم إن فيه مثلاً ممكن أكيد ما هو محدش بيعمل حاجة بيرفكت مية في المية لازم بيبقى فيه حاجة بتقع منه فليه إحنا بنتصيد الأخطاء؟ ما هو اللي بنتصيد الأخطاء ده اللي هو عدوك حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنع لك الغلط فالموزعين دول يعني ما بيصدقوا غلطة كده وتلاقيهم إيه مسكوا فيها طب ليه ما نبصش للجوانب المميزات للجانب الكويس؟ ليه وحشين كده؟ ليه ما نبقاش كعرب وكمسلمين حتى لو فيه عيب نداري على بعض ده ده قطر قدمت حاجة كويسة ليه لما يحصل عندها حاجة وحشة ليه ما نصطرش كده ونسكت ونعادي أو الحاجة السلبية اللي حصلت ننقلها بصورة كويسة ده أبسط حاجة تعملوها يعني انتو بتعملوا إيه في حياتك وده إنتو هتموتوا وفعلاً الشعب يعني اللي انتو خايفينوا ان يتكلم عليكو مش هيتكلم ومش هيترحم عليكو فخلاص فوقوا كده وعملوا لأخرتكو علشان انتو بقيتو حاجة صعبة جداً بقيتو وجهة سيئة للاعلام نفاق وكذب يعني الواحد فخور بقطر حاجة بقى تانية السعودية ومصر واليونان خلوا اليونان على جنب وخلونا ايه في السعودية ومصر عايزين بقدموا طلب للفيفا ان هم يعملوا كاس العالم عندهم في 2030 هو على اي اساس انتو قدمتوا الطلب ده يعني بلاش انا بتكلم عن مصر مثلاً لو حصل فيها حاجة زي كده هتبقى صورة غير مشرفة هتبقى حاجة مش حلوة لان مين اللي حيفتح مين اللي حيبه في المونديال ايه ايه فيفي عبدو الهام شاهين يسرى يعني هي دي الواجهات اللي هي مصر التستعيم بيها محمد رمضان يعني حاجات كده ما تشرفناش فخليكو انتو مصر في مهرجانات الجونة ومهرجانات السينما والسعودية كذلك خليكو في المهرجانات زي مهرجان البحر الأحمر اللي انت مستضفاه يعني انا مش عارفة بصراحة يا السعودية ازاي كدولة لها روحانياتها الدينية ما جاتش على دي مهرجان عملت حاجات كتير بس يعني الواحد بجد تعب فخليكو انتو في الفن والهلف اللي انتو فيه وصيبوا الفكر وصيبوا التنظيم للناس المحترمة الشعوب المحترمة اللي غيرت فكرة الفكرة اللي انتو كنتوا بتتكلموا عليها بيه وتقولوا انها دولة إرهابية هي ما تكلمتش ولا دفعت عن نفسها هي أثبتت ليكو وللعالم كله انها دولة مسلمة وبنت بصورة مشرفة وهي والإسلام اللي هي تنتمي ليه يعني بجد هو ده الإسلام الحق ان انا بين صورة ديني وتعامل هم قوم أفعال لقوم أقوال هم ده اللي عملوه احنا عندنا للأسف كله راغي 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 كلام 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 تيجي على أرض الوقع ما تلاقيش أي حاجة قطر سكتت 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 بس بيينة الأفعال بتاعتها قدمت لنا مونديال هيتحاكى بيه الأجيال اللي جاية واللي جاية هتبقى حاجة في التاريخ وأعتقد ان الدول الأجنبية يعني ندمت أشد الندم ان المونديال ده طبعا أكيد مش كلهم بس كي ناس معظمهم كرهوا ان المونديال ده تعمل في دولة عربية وخصوصا اللي هي البلاد اللي هي طبعا زي إسرائيل بقى وأمريكا وكده كانوا يحبوا ان سورة الإسلام تفضل وحشة زي ما هم كانوا بيزرعوها للناس لأن الشعوب بتعيتهم ملهاش يعني مش مش بتدور مش بتقرأ لكن هم كانوا بيقل الأخبار وكده بيقولوا لهم ان يزيد الدول الإسلامية ده والإرهاب ودول الإرهابيين فقطر بيينة العكس فدي كانت بفضل الله ومن عند ربنا توفيق إن الإسلام اللي تظلم سنين يبان بالمنظر الجميل ده ويظهر وتظهر حقيقته فالواحد فعلا فخور باللي شايفه فخور باللي بيحصل وأتمنى أن بلدي في يوم من الأيام تبقى بتقدم صورة مشرفة لأي حاجة إحنا مهرجانات الجونة والقاهرة السينمائي إيه الهدف منهم فيش أي هدف بالعكس ستات طلعة مكلفة نفسها فستين لا منظر ولا شكل أنا مش عارفة هما نزلين من البيوت ما حدش بيلوم شكلك وحش يعني أنتوا بتستعرضوا إيه فاللهم هديهم يا رب وصبتنا كده إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله لو فعلاً اتعمل الموضوع ده في مصر أتمنى أن يكون أفضل من اللي قدمته قطر لأن أي حاجة هتتقدم غير كده هتبوز الصورة اللي اترسمت في خيال الناس إحنا لو كان حصل عندنا وحد يعني ما ظنش إن إحنا كنا في مصر ممكن يبقى فيه مع التعامل مع اليهود يعني مع الإسرائيليين إن كان هتعدي أظن إحنا كلنا عارفين يعني إن فيش حاجة في مصر بتعدي فاللي إحنا شوفنا في قطر الناس عبرت عن رأيها في قضية فلسطين بحرية الإعلام كان بدت ترفع بحرية الناس تعاملت مع الإسرائيليين بحرية هو ده الإسلام هي دي الحرية بلد فيش أي حاجة حصلت فيها وحشة لما الناس عبرت عن رأيها بالسلم يعني أتمنى كده أتمنى إن شاء الله إن باقي الدول العربية تبقى زي قطر وأحسن ويا ريت كده إن شاء الله الفيديو يكون خفيفة لقلبكو وأتمنى أسمع رأيكم في الكومنتات ولو اختلفتم معايا في وجهة نظري يعني نختلف بالأدب يعني ما فيش أي مشكلة طبعا أكيد أنا رأيي مش هيهجب الناس كلها فنبقى بنتناقش نرتقي في الحوار وفي النهاية إن شاء الله بدعي وبقول بإذن الله الكاس يبقى للمغرب وتبقى البطولة كلها من أولها لأخيرها عربية وتكون بقى محور اهتمام العالم وتبقى نقطة تحول في حياة العرب والمسلمين بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله المغرب ألف ومروط لكي المطش اللي قدتيه في منتهى الجمال المبارح وإن شاء الله تفوذي بالمونديال بكاس العالم ويا رب كده إن شاء الله اللهم عز الإسلام والمسلمين ونبقى دايما الإسلام في المقدمة وربنا يهدي جميع يا رب واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله ورجاء